الخامس من نيسان من كل عام يحتفل الأطفال الفلسطينيون بيوم الطفل هذا اليوم الذي يجددون فيه بحثهم عن الحرية والعيش بكرامة ونيل أبسط حقوقهم الإنسانية بالتمتع بطفولة بريئة وحقهم في الحياة كسائر أطفال العالم ومن أفضل من أن ينقل صورة وواقع معاناة أطفال فلسطين جراء الانتهاكات المتواصلة بحقهم من قبل الكيان المحتل سوى الأطفال أنفسهم ليصوروا ويعبروا ويطالبوا ويحترفوا فن المراسلة الصحفية وبهذه المناسبة نستقبل بكل فخر أصغر صحفية في العالم الفلسطينية جنة جهاد صباح الخير جنة وأهلا وسهلا فيك معنا صباح النور يعني بداية أنت لي اخترت تكوني صحفية وبهذا العمر الصغير أبدأ أني أكون صحفية لما كان عمري سمع سنين هلأ أنا 12 لما شفت أنه ما في صحفيين كفاية يغطوا الأحداث اللي بصير بفلسطين مثل لما صديق مصطفى استشهد خالي رشدي استشهد كثير عشياء صارت والعالم ما عرف عن معاناتنا كأطفال عايشين تحت الإحتلال الإسرائيلي فحبت أكون صوت لهذه الأطفال اللي بعانوا أوصل جسلتهم وصوتهم لكل عالم وأنقل معاناتهم عشان كل عالم يعرف عن قضيتنا لأنه قضيتنا هي مش قضية عربية أو فلسطينية هي قضية عالمية طب الصحافة في بلد كله حرب وقتال بخوف فيه خطورة بتخافي أنت يعني أنا إنسان زي زي أي طفل عندي مشاعر فأكيد عندي مشاعر خوف بس إحنا كفلسطينيين لازم نسيطر ع خوفنا وما نخلي خوفنا يسيطر علينا لأنه قناعتنا دايما لازم تكون أكبر من خوفنا لأنه ده تغلب خوفنا ع قناعتنا هاي بتصير مشكلة كبيرة طب جانا مين بيدعمك؟ مين بيشجعك دايما؟ يعني أكيد عائلتي وأصدقائي بيظلوا يشجعوني طيب اليوم يوم الطفل الفلسطيني ماذا يعني لك يوم الطفل الفلسطيني أنت ولا أيضا الأطفال الفلسطينيين؟ يوم الطفل الفلسطيني بيعني لي أنه أو بذكرني بمعاناتنا اليومية لأنه إحنا لازم يكون عندنا كل حقوقنا متوفرة زي كل أطفال العالم بس هاي الحقوق مسلوبة مثل حق التعليم بيكون في حواجز مثل حق اللعب لما بس نحاول نعيش طفلتنا بيجوا بضربوا على نقناب الغاز فيوم الطفل الفلسطيني بيعني لي شي مهم وكبير بحياتنا لأنه إحنا كأطفال لازم نعيش طفلتنا لازم نعيش حياتنا لازم ما يتم انتهاك حقوقنا زي ما بصير كل يوم معنا كونك صحفية بتشتغلي بالميدان صفيلنا كيف هو واقع الطفل الفلسطيني وما بتعرض لإله كل يوم من انتهاكات من قبل كيان الاحتلال يعني إحنا كأطفال فلسطيني عايشين تحت الاحتلال الإسرائيلي منتعرض كل يوم لمعناة يعني مثل إنه وإحنا رايحين للمدرسة بيكون في حواجز مثلا أنا من بيتي للمدرستي 25 ديئة مع حواجز بتكون تلت ساعات وناطس يعني بدي أصحى من الأربع عشان أوتل على التمانية مدرستي فهو إشي كثير صعب ولما أرجع من المدرسة لما أحاول أعيش طفلتي وألعب بيجو بتخوا علينا قناب الغاز لما أحاول أعمل أي إشي حتى أهم حقه اللي هو حقه الحياة حارمينا منه بقتلوا أطفال بدم بارد بصير فيه كثير أشياء فإحنا مش عايشين طفلتنا زي كل أطفال يعني مثلا إذا بتوصفي اليوم بحياتك كيف بيكون من وقت اللي بتصحي لتنامي؟ هلأ من بعد قرار ترامب صار كل يوم فيه مواجهات مع جسل الإحتلال الإسرائيلي كان يعني أبل بس يوم جمعة مع أنه كان فيه يعني اقتحمات بس هلأ مثلا بصحة بروح المدرسة إذا كان فيه حواجز بط أخار عن المدرسة مثلا ساعتين ثلاث ساعات بضل في المدرسة بأخذ مواده وكل شيء بعدها مرات مثلا مش مدرستي مدرستي برامالله بص المدارس الثانية مرات بيقتحموها جيش الإحتلال الإسرائيلي بندرب علىها قناة بالغاز مرات يعتقل أطفال وأنا رجل من طفل تم اعتقالهم لهلأ موجودين بسجون الإحتلال؟ في حوالي 335 طفل من بينهم 8 أسيرات والباقي أطفال يعني بس أطفال هلأ موجودين بسجون الإحتلال الإسرائيلي طيب جنا بدي توصفي لي يوم كان صعب كتير بحياتك أثناء تغطيتك لأحداث في فلسطين يعني شو أصعب يوم ما رأتي فيه وانت بتغطي الأحداث؟ من أصعب الأيام اللي مريت فيها يعني في كتير مواقف صعبة بس أكيد لما تشوفي حدا بستشهد قدامك ريح تكوني موقف كتير صعب شوفت صديقي بستشهد قدامي وكيف بنطخ والدم على الأرض وشوفت كمان خالي وهو بستشهد قدامي شوفت صحابي وهم بنجرحوا كنا نلعاب بعدها صاروا يضربوا قنابل هي إحنا بنحكي عنها طواريخ صغيرة بتتمشي لثلاث كيلومتر وهي يعني محرجمة دوليا كنا عادين نلعاب بعدها إجت بطن صديق صديق كان عمر تسع سنين وكانوا يضربوا بشكل كثيف وكنا نركضوا من أصعب المواقف في حياتي يعني كمواقف نعيشها كأطفال هي صعبة علينا نعم جانا مين علمك كيف تشتغلي كصحفية يعني تقريبا كل شيء تعلمت لحالي وخالي هو صحفي كمان علمني شوي منها طيب أنت قلت لي أنك أخدت رخصة خبريني أكثر عن هذا الموضوع رخصة في الصحافة أنا أخدت هوية صحافة من نقل الصحفيين الفلسطينيين لأن أنا أصغر صحفي فلسطيني بالعالم موثق الأحداث زي كل صحفي فأعطوني إياها نقل الفلسطينيين طيب خبريني جانا إذا بهاي المناسبة بتحبي أنك تحكي إشي للمسؤولين عبر شاشة رؤية وأيضا من خلال برنامج هذا الصباح شو بتوجهي للمسؤولين على كافة الأصعدة سواء المحلية أو الدولية أو العالمية شو بتقولي لهم؟ بحب أحكي لهم أنه إحنا لازم نتحد ولازم نكون شعب واحد ضد أي استيطان ضد أي احتلال في العالم لأنه لازم في يوم الطفل الفلسطيني كل أطفال مش بس مطفال فلسطيني لازم كل أطفال العالم يعيشوا بحرية يعيشوا بسلام فلازم مش بس المسؤولين ولا القادة لازم كمان الأطفال لأنه إحنا جاي للمستقبل وقادة المستقبل فلازم نحط إيدي بإيد عشان نعمل تغيير في هذا العالم لأنه إحنا كأطفال وإحنا كناس إذا حطينا إيدي بإيد بنقدر نعمل تغيير لأنه كل حدا عنده قوة خاصة فيه فخلينا نحط إيد بإيد عشان نغير هذا العالم عشان كل أطفال اللي بالعالم عيشوا بحب وعيشوا بسلام عشان نحرر فلسطين عشان نحرر كل أطفال الأسرة نحرر عهد نحرر أحمد مناصر رشادة فراح وغيرهم من الأسرة الأطفال وعشان يعيشوا في طفولتهم زي كل عالم عشان الجلس جاي ما يعيش الطفولة اللي إحنا عشناها هلا طيب وآخر سؤال شو ناوية تعملي في المستقبل بما يتعلق بمهنة الصحافة هلا في المستقبل أنا يعني أكيد فلسطين رح تكون متحررة لما أصير صحفية هلا رح أصير خمس أشياء بس من بينهم الصحافة فراح أغطي الأحداث اللي بصير مع الأطفال التانين مثل أطفال سوريا اللي بعانوا هلا فلسطين رح تكون متحررة رح أغطي هدول الأطفال عشان متل ما كان اللي دور فعال بتغطية أحداث اللي بصير مع أطفال فلسطين رح يكون اللي دور بإني أغطي الأحداث اللي بصير مع أطفال العالم الثاني اللي بعانوا عشان إحنا ما بدلا بس تتحرر فلسطين بدنا يتحرر كل عالم مصير هاد العالم مثل ما تمنينا وتمنوا أجدادنا لأنه إحنا قادرين أنه نعمل نعم جانا جهاد نحنا كثير فخورين فيكي وفخورين بكل الأطفال الفلسطينية ونتمنى لك كل التوفيق يا رب شكرا كثير وشكرا لوجودك معنا في هذا الصباح شكرا